شكوك كثيرة تراود الناخبين الإيرانيين خاصة فئة الشباب بشأن اختيار أحد المرشحين السبع للرئاسة رغم تعهداتهم التي قطعوها بتطبيق الديمقراطية والمساواة في بلد يعاني أصلاً من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية الزمرة الحاكمة من رجال الدين لن تسمح للمرشح الفائز بتنفيذ وعوده الانتخابية أراء الناخبين تزامنت مع استطلاعات رأي رسمية كشفت عن تدني مستوى المشاركة المتوقع في التصويت إلى حد كبير وسط توقعات بإمكانية حصول المرشح الرئيسي للتيار المحافظ إبراهيم رئيسي على أصوات الفئات الفقيرة ومتوسطة المعيشة لكن الاستطلاعات استثنت تصويت فئة الشباب المتعلم الرافض لقرارات الهيئة الانتخابية إحجام الشباب عن التصويت يعود وفق خبراء إلى محدودية صلاحيات رئيس الجمهورية مقارنة بسلطات المرشد علي خامنئي الذي يحكم قبضته على الحكم منذ أكثر من ثلاثة عقود الآلاف من المعارضين في الداخل والخارج عبروا عن رفضهم لسياسات النظام الإيراني من خلال شعارات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي من بينها لا للجمهورية الإسلامية وهاشتاج تصويت بلا تصويت بالإضافة إلى دعوات لمقاطعة الانتخابات أصوات المعارضة وأطياف مختلفة من الإيرانيين تعالت منذ قرار النظام الإيراني حجب مواقع التواصل الاجتماعي لكبت الحريات وسط أنباء عن استعداده لرفع الحجب خلال عملية التصويت الانتخابي الآن يعيدون بفك الحظر على وسائل التواصل الاجتماعي لأنهم يحتاجون أصواتنا لمواصلة برنامجهم السياسي لن أدلي بصوتي ما دامت حريتي مقيدة المرشحون وخلال مناظراتهم التلفزيونية الثلاثة ركزوا على الجانب الاقتصادي المتدني وأطلقوا وعودا بتحسينه ما يشير أكثر إلى تدهور الأوضاع المعيشية بسبب العقوبات الأمريكية وانتشار الفساد في مفاصل المؤسسات الإيرانية